ساعة قليلة تفصل بريطانيا عن تصويت حاسم في مجلس العمومي بشأن اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي رئيسة الوزراء تريزامي حذرت نواب البرلمان من اندفاع بريطانيا نحو المجهول في حال رفضهم مشروع الاتفاق بينما يرى محللون أن أمام بريطانيا أربعة سيناريوهات إذا صوت مجلس العمومي بالرفض فرفض الاتفاق سيعزز إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق لكنه في الوقت ذاته يفاقم المخاوف من انهيار الجنيه الاسترليني وارتفاع معدل البطالة في البلاد وستخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لقواعد منظمة التجارة العالمية ما قد يؤدي إلى نقص في الأدوية وازدحام هائل في المرافق وتوقف للرحلات الجوية وتراجع للنمو الاقتصادي أما السيناريو الثاني فيتمثل في إرجاء الاتفاق إلى موعد آخر غير أن هذا السيناريو يصطدم بموعد الانتخابات الأوروبية المقررة في آيار المقبل ما يعني أن بريطانيا إذا ظلت في الاتحاد حتى هذا الوقت سيكون عليها انتخاب نوابها في البرلمان الأوروبي وهو ما ترفضه مي الذهاب إلى استفتاء شعبي ثاني على الاتفاق يمثل بدوره خيارا مطروحا في حال رفض الاتفاق بل إن النواب المؤيدين للوحدة الأوروبية يطالبون به آملين أن تأتي نتائجه مؤيدة للبقاء في الاتحاد وربما لذلك فإن حكومة تريزا ماي ترفض ذلك الطرح أما عن الاحتمال الرابع المتمثل في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فيدفع نواب حزب العمال البريطاني المعارض في اتجاهه آملين أن يفوز الحزب بالأغلبية فيها ومن ثم يعيد التفاوض بشأن اتفاق جديد مع المفوضية الأوروبية إلا أن ذلك سيحتاج إلى وقت إضافي قد لا يتسنى توفيره في المحصلة فإن التصويت مجلس العموم سيحدد إلى أي طريق ستمضي بريطانيا في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي